علاقات ممتدة على مر التاريخ تستمد قوتها من إرث تاريخي وحضاري يجمع بين البلدين وشعبيهما مصر والسودان تظل العلاقات المصرية السودانية لها طبيعة خاصة يظهر ذلك بوضوح في مشاهد عدة آخرها المحنة التي تعرض لها السودان الشقيق جراء أزمة السيول التي اكتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان لتسارع مصر وبموجب توجيهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق وقامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير قسر بريا للأشقاء في جمهورية السودان أكبر وأول قافلة مساعدات برية بعدد تسعين شاحنة ترحيب شعبي ورسمي سوداني واسع النطاق عكسته وسائل الإعلام السودانية أقف اليوم سعيدا ومثلما من أقوانهم المصريين وهم يحققون مع أقوانهم شعب السودان بلدهم الثاني وليس كثيرا على أقوانهم المصريين بخائهم اتبار بخائر دول العربية ودول الأطلاقية اتبار ليس غريبا عليهم هذا الدعوة للوقوف مع السودان ونبلغ تشفراتنا عبره من الحكومة المصرية في قيادة السيد الزعين العربي عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري هذه الحظات تجلب بها معنى الأقوة وأوافر الصداق من الشعوب ونحن بإسم اللجنة العلية وبإسم الشعب السوداني وبإسم الرئيسة المصرية نحن نشكر للشعب المصري الشقيق لأصل ما حصل اليوم تفرج علينا وعلى محساتنا وهو معنا في كل محنة وفي كل كبيرة شقيرة وسنظل كذلك نحن الآن الكامرة تتحدث عن نفسها عن هذا الدعم الكبير الدعم المعنوي وهذه المناصرة والذي يتمنى أن تستمر هذه المناصر الأقوية وتمتد في هذه العلاقة لأن تشمل مشروعات استثمارية والتجنوية الكبرى الأحزاب والحركات السياسية في السودان ثمنت دعم مصر المستمرة لبلادها واعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية أن موقف مصر حكومة وشعباً لم يكن مستغرباً في شمال الوادي الذي يمثل جسر التواصل والإخاء بين الشعبين وتأكيداً للمصير المشترك بين شعبين كما رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي المجلس القيادي بمجهودات مصر في دعم أشقائها في السودان معتبراً أن القافلة تعكس مشاعر المودة والمحبة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني مصر والسودان وعلاقات تزداد قوة يوماً بعد يوم هكذا يمكن وصف ما يجمع بين مصر والسودان على مختلف الأصعدة مما يؤكد وحدة الصف والمصير لشعبي واد النين سوداني مصري مصري سوداني أرضنا وحدة بتك عنواني أمنك أمني وابتفهمني طهر حميك طهرك أمواني